40 قاضي من جملة 57 المحكمة إدارية تنصفهم بحكم غير قابل للطعن قضاة تحصلوا على إيقاف تنفيذ القرارات عجلة السلطة عمليا عن تأييد قراراتها هذا الإعفاء لأسف تعرف تيث الشهرين الأخيرين رافقه مساس بسمعتهم وتشهير بهم والإضرار بعائلاتهم هذا أهو أم البغال العاثر التي حدثنا عنها سيدة الجمهورية تحية لكم وتحية لسيد القاضي في شخصه الكريم ومن خلاله إلى السادة القضاة ونحن كمواطنون ضد الانقلاب فخورين جدا بنظالهم ومقاومتهم وأرجو أن تتكاثف الجهود بين المواطنين ضد الانقلاب وقضاء ضد الانقلاب وصحافيين ضد الانقلاب وكتاب ومثقفين وطلبة ضد الانقلاب حتى ندحر إذن هذا الانقلاب البغيث الذي من الواضح جدا لكل ذي عقل أنه لا يمكن أن تبنى أي نهضة كما يدعون لا يمكن أن يحارب هذا الفساد ولا يمكن أن نحقق شيئا إيجابيا بسلطة منفردة لقد بدى لكل ذي عيون يريد أن يرى بهما أن السلطة الانفرادية المطلقة هي الفساد المطلق ولقد بدى لكل ذي عقل يريد أن يتعقل أن أي سلطة لقد لها من سلطة أخرى مقابلة حتى لا تحيد ولأجل هذا قامت الإنسانية باكتشاف يعني توزيع السلطات إذن ما كان يدعي هذا المدعي من أنه أنقذ البلاد من التدمير وأن هناك كائنات وهمية تريد أن تفجر الدولة من الداخل ظهر لنا بعد عام من الإنقلاب أنه إذا كان هناك من يفجر الدولة من الداخل هو هذا الإنقلاب ما الذي تركه لنا فجر كل شيء ودمر كل شيء حتى الأمور المعنوية يا سيدي هذه أعراض بشر وهذه عائلات وهؤلاء قضاة وقضيات لهم أبناء وأزواج وزوجات وأصدقاء وأمهات وأبا شواهم أمام خلق الله ثم ظهر له في نهاية الأمر أنه تسربت هناك أخطاء أعراض الناس ليست فادل كامل لماذا لم يكن هناك طرح ماذا كبه في حنود في تجروين والفبراص في هذه الدولة وهذا مجتمع إذن على الناس أن ترعوي ما قال هو أنا كنت أود أن أرى تسجيله الذي ادعى فيه أنه محص ودقق حالة بحالة لكي لا يظلم أحد طيلة أسابيع طويلة ثم أصدر يعني قراره بدالنا بالكاشف أن الرجل لا يصلح لكي يدير حتى حمود حماص أعطيني قرار واحد أصاب فيه منذ 25 الماضي حتى 25 الحالي منذ يعني إعفاء الناس وشطب الناس من وظائفها منذ منع الناس من السفر منذ اختطاف الناس هناك ناس كنا نسمع حولها بأساطير وبلاوي كنا نتصور أن وراءها ملفات مرعبة اختطفوهم لمدة شهرين ثم أطلقوه صراحة هل أعراض الناس وحيواتات الناس لعبة في يد هذا الرجل إذن على الناس أن تعود لعقولها صحيح البلاد كانت تحتاج إلى إصلاح صحيح أن هناك مشاكل ولكن هذا الرجل جيط فاعماها فاقم كل شيء ودمر كل شيء علينا أن نستعيدة الديمقراطية ثم نبني هذه البلاد بطريقة تشاركية معقلانية أيضا ليس بالانفلاكات وليس بالقرارات الفلكلورية هذه قرارات فلكلورية لتليق بدونس في القرن والعشرين وهذا ما ذهب إليه البعد من أنه إن شاء الله تعود يعود الرجل إلى هذه السلطة وعلى أقل تستغل هذا الحكم القضائي على أقل كم يقولوا فيها اللي يتاح يقول الزرزح حسنا